طب من نادي الزمالك نروح للنادي الأهلي نادي الأهلي اللي عنده اللقاء مهم وبيجهز له بشكل كبير جدا اللقاء هيكون بكرة أمام جرمها يا أكيني يا مساء السبت في إياب دور الـ 32 لبطور الدوري أبطال أفريقيا اللي بيسعى من خلالها الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وتأكيد السعود إلى دور المجموعات الأفريقي في بداية بمشوار النادي الأهلي للحفاظ على لقب الأميرة السمراء المتوج بيها في آخر نسختين والمنافس طبعا عايز كده يكمل منافسة على حصد النجمة الثلاثة عشر حاجة مهمة جدا داخل النادي الأهلي تموح لا ينتهي ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بتلت أهداف نظيفة في مباراة الزهاب يوم الحد اللي فات بتوقيع كل من رامر ربيعه هدف ثم بيرستاو سجل هدفين يخض النادي الأهلي مرانو الختامي على ملعب مختار التتش النهاردة قبل أن يواجه بقى جورماهيا طبعا بعد تدريب هيروح للفندق قريب من أستاذ القاهرة عشان يعمل معسكر وبات هناك قبل اللقاء بيوم ويتحدد بقى حدد الجهاز الفني من اللعيبة اللي هكون موجودة في المعسكر بعد نهاية التمرين اليوم لقاء مهمة للنادي الأهلي آه يمكن الأهلي ريح نفسه بشكل كبير بعد ما قدر يسجل سلسية في اللقاء الماضي طلبت إدارة النادي الأهلي من كل اللاعبين المسجلين في قامة الأهلي بحضور مباراة جورماهيا الكيني لا يكون بكرة طب ليه طلب كده النادي الأهلي علشان يشاركوا في الاحتفال بتتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بعدما تم تأجيل حفل التتويج بعد حصول اللاعبين الأساسيين على الأجازة وصفر الجهاز الفني الأجنبي لقضاء فترة الأجازة وتلقى النادي الأهلي خطابا من اتحاد الأفريقية كيف يختروا بأنه وافق على تسليم النادي الأهلي درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر بقى اللقاء ده في بطول الدوري أبطال أفريقيا مقرر إقامته على سيد القيارة طبعا ده شكل الدرع الأديم الدرع اللي احنا شايفينه في إيد الشناوي ده ده شكل الدرع الأديم اليوم هيظهر درع بشكل جديد درع دوري نايل بشكل جديد لأول مرة هيظهر طبعا بكرة مع النادي الأهلي في استدق قاهرة في احتفالية كبيرة بكل تأكيد النادي الأهلي هتسلب الدرع بشكل جديد كل الناس منتظرة تشوف بقى الدرع بشكل جديد على الطبيعة يكون عامل ازاي فمفرولك للنادي الأهلي وجمهيرون بكرة هيكون في تسليم الدرع فيكون بكرة لقاء كارنفال كده لقاء في احتفال لجمهير النادي الأهلي واللعيبة النادي الأهلي استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على الصفر للسعودية يوم الأربعة مقبل استعدادا لمواجهة نادي الزمالك يوم الجمعة في السوبر الأفريقي وضع مارسل كولر مدرب النادي الأهلي برنامج إعداد قوي جدا لمواجهة نادي الزمالك حيث يتدرب الفريق يوم الحد ثم يحصل لعيبة على راحة سلبية يوم الاثنين من مقرر أن يخود الفريق تدريب يوم الثلاث ثم يخود مران صباحي على ستاب مختار التتشيوم الأربع قبل أن تغادر بعثة النادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة إلى الرياض على متنطائرة خاصة وأسبق البعثة كل من كابتن سامي أمصانا مدرب العام وقائم بأعمال مدير الكرة علشان يسهل أمور كتير هناك ويخلص كافة الإجراءات للنادي الأهلي كمان كابتن سامي العادلي مدير الإدارة لقطاع القرى لترتيب كل الأمور سواء بقى الفندق سواء التنقلات يخلصوا كل الأمور علشان يكونش فيه أي تأخير في أي حاجة للعبيد كولر لا يميل أبدا لفكرة الصفر مبكر أن الفريق يكون موجود في الرياضة وعايز يكون في تدريب واحد يوم الخميس رغم أن الشركة منظمة للسفر السعودي منحة الفريقتين فرصة التواجد قبل المواجهة من يوم الثلاث نتمنى فرقتين يكونوا جاهزين بشكل قوي جدا طبعا كولر بيفكر إزاي يظهر بشكل قوي في السوفر الأفريقي والزمالك جماز بيفكر نفس الكلام صراع ذهني قوي بين الاتنين مدربين خارج الخطوط ويكون فيه صراع بدني قوي جدا داخل الملعب ولكن نتمنى يكون اللقاء في روح رياضية عالية جدا بين اللعيبة ونشوف كمان فنيات عالية نتمنى نشوف فنيات قوية جدا مبهرة بين لعيبة الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي طليق باسم الكرة المصرية وطليق باسم أقارة الأفريقية دلقاء في السوبر الأفريقي ترجمة نانسي قنقر